النزوح رحلة تسرق من الإنسان إحساسه حتى يصل إلى مراحلها الأخيرة ببقايا مشاعر كدمية مجردة من الروح وطريق قاسية مليئة برائحة الموت كل شيء يتبدل السماء ليست سماء والحياة أيضا ليست حياة دعونا نشاهد في هذا المقطع ما تعانيه هذه السيدة فأقل الاحتياجات من توفر المياه لغسل الملابس أصبحت مهمة صعبة خلال النزوح هذا كمان أحد الصعوبات اللي بعاني أنا منها أنا عندي خمس تنصار لو كل يومين بديش أقول لك كل يوم بدي أغير للطفل كل يومين بدي أغير للطفل يعني أنا يومي في الأسبوع بخسر مرتين ثلاثة يعني معنا صعب المي بجيبها من آخر الشارع حمل أنا وأطفال يعني أجزم بالطفل يحمل سطو المي زي هذا عمر الطفل يعني 8 سنين طيب مش معانا على الطفل كمانا مش حرام يعني يعثل الطفل هذا مي هيك يوميا وبنعب قنانينا يعني لعنا قربة للمي ولا لعنا حاجة وبعدين إن شاء الله العظيم معاناة الغسيل يعني معاناة لا توصى فقسم بالله يعني أربع ساعات تقعدة زي هيك بس معيك وجعة الظهر والتعب وبتترك شغلك جوا وبتشل الغسيل يعني ترجمة نانسي قنقر